السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متبعي أكادمية المهندس أريد أن أشكره على اتحاد الفرصة من أجل أن أشارك تجربة في التدوير كل ما اهتمين بمجال التدوير أنا أضر صاحبة قناة بي بي كوي 2011 نسوف بالاشتراك ودعمنا باللايك ونفشي بالنسبة إلى موقع بي بي كوي 2011 كذلك هل سنساوي متابعتنا حتى تكبر عائلة الموقع وعائلة القناة بالنسبة لتجربتي في التدوير سأذكرها باختصار لكن ما يهم ما تعلمتم من الفترة التي بدأت فيها التدوير إلى يوم نشر هذا الفيديو بدايتي كانت الفتح من مارس أو 1 مارس 2018 فكانت أول تدوينة إلي في هذه الفترة لم أكن أعرف أي شيء عن التدوين وأول قالب كذلك استعملته هذا المدونة كان قالب من قناة شروحات إيزي بعد أن تعلمت بعض الأشياء توجهت إلى موقع بي كاليكا من أجل أن أشتري قالب جيد جدا ولكن للأسف وجدت قالب سباسيو قالب شكله كما تراحزون جميل حتى ألوانه رائعة ولكن للأسف لم أكن أعرف ما هو القالب السريع ما هو القالب المتجاوب كل هذه الأمور عندما نذهب إلى إحصائات أليكسا نجد القالب بطي جدا لاحظوا فيروس له بطي جدا لكن رغم ذلك استعملت القالب لفترة طويلة جدا بحيث بتاريخ 11-11-2018 أشتريت دومين لموقعي أو لمدونتي كان هذا هو الدومين بحيث اشتريت سنتين متتبعتين قلت إن نجحت في فترة السنتين أستطيع أن أواصل إن لم أنجح يعني في مجال تدوين هذا بعيد عني دائما كما يقول صاحب قناة دروس مكدي ومن الصبر ياتفع القدر والحمد لله يعني صبرت وكانت هناك نتيجة حقة لم أصل إلى الطموح الذي أريده ولكن نتيجة مرضية ومقبولة قريبا بعض الشهر تركت إلى أن يعني يعرف في محركة البحث دومين الخاص بي اشتركت في أدسنز وتم قبلي في مدد أسبوع ولكن في الحقيقة تم قبلي في ثلاثة إياه كان هناك بعض الأخطاء منها إنني قمت بوضع تدوينات عن سيريل قراك وهذه الأمور كلها تحدث عنها في فيديو السابق إن هذه الأمور غير مقبولة وكان ردهم يجب أن أصحح بعض الأخطاء تخالف سياسة الشروط الخاصة بهم فإذا بي قمت بنزع التجوينات كلها مدة ساعتين أو ثلاثة ساعات أتني خبر إنه تم قبول موقعي فموقعي أخذ يعني تقريباً أكتر من عشرة شهور أو هكذا بهذا التقريب حتى دفعت إلى أدسنز دائماً أصبر مفتاح الفرج في كل شيء إذن ما هي الخلاصة أو ما تعلمت من هذه التجربة دائماً تعلمت إن التدوين مشروع طويل الأمد بفائدة طويلة الأمد من أجل أن تنجح في مشروعك يجب أن تصبر حتى في الأخير يصبح لك موقع بإعلانات ونتائجه جيدة جداً في الأربع ولسازة فقط يجب أن تقوم بالنشر دائماً وتقوم بتحتينات على موقعك لتجعله يظهر ضمن نتائج الأولى لمحركات البعض يجب أن تكون تحب التدوين أو بالأحرى تعشق التدوين حتى تكون مدون ناجح وهذا ما يهم مدون ناجح هناك عدة نقاط ولكن أنا لن أشرحها وبالتفصيل سأعطي نقاط أساسية فقط يجب أن تركز على الكلمة الرئيسية ويجب أن تبحث عنها بعناية وتضعى في مقالاتك وليس حشو فقط بالكلمة الرئيسية يجب وضع محتوى شامل ومفيد بالنسبة لي يجب المواضيع أن تكون من أجل الاستفادة وليس الربح فقط كذلك هذا المحتوى يجيب عن سؤال الباهث ويكون بلغة مفهومة للكل فهذا الشيء جيد جدا يجب أن يكون المحتوى كذلك متوافق مع محركات البحث لا ربما الكثير منكم لا يعرف ما هو المحتوى متوافق مع محركات البحث أنا قد وضعت سابقا مدونة أهم ست نصائح لكتابة مقال متوافق مع سيو فهذا المقال مفيد لك فقم بقراءته وعرف الأشياء المهمة التي لن نقولها في هذا الفيديو فهي موجودة في هذا المقال يجب أن يكون موقعك سريع ومتوافق مع الأجهزة يعني لو تم فتح موقعي على الهاتف سيظهر بشكل جيد جدا مثلا نفترض أن موقعي إذا تريد فتحهي على الهاتف سيظهر لك بشكل جيد جدا وفتحته على جهاز الكمبيتر نفس الشيء فجميع الديفايس أو جميع الأجهزة يظهر موقعي بشكل جيد لاحظوا موتو فور جي يظهر موقعي بشكل جيد غالاكسي اس سانك لاحظوا مظهر عليه بشكل جيد والمقالة كذلك تظهر بشكل جيد بإعلانتها بكل شيء وليس هذا فقط يعني يمكنك إختيار أي ديفوزز أو أي جهاز هيظهر لك المقال بشكل جيد وليس هذا الموقع كذلك يعني موقعك يجب أن يكون سريع ومتوافق مع جميع الأجهزة كذلك يجب عليك تحسين العنوين الرئيسية يجب أن تعمل دائما على موقعك وهذا أول شيء قلناه يجب أن تكون بالنشر وتقوم بتحسينات على موقعك هناك تحسينات على الموضوع نفسه وتحسينات على الموقع نفسه كذلك بناء روابط خارجية لأنها تعتبر من أهم الأشياء لأنها تعطيك سمعة لموقعك وشهرة لموقعك سنبقى في نفس الموضوع هذا هو الموضوع لاحظوا ستجد روابط خارجية وروابط داخلية فهذا جيد وليس هذا فقط فموقعك يمكنه أن يرتبط مواقع خارجية أو يعطيك باك لينكات وهذا شيء جيد جدا نذهب إلى إحصاءات أليكسا تجد سيت لينك 43 باك لينك وهذا شيء جيد لأنه يعطيك سمعة لموقعك وشهرة كذلك يجب أن تشترك في موقع مشرفي المواقع وتحليلات جوجل أو جوجل أناليتيك بحيث يمكنك تصحيح الأخطاء الموجودة في موقعك من مشرفي المواقع فقط فكل ما عليك زاب إلى جوجل وكتابة مشرفي المواقع ستظهر لك مشرفي المواقع ونفس الشيء بالنسبة إلى تحليلات جوجل أو جوجل أناليتيك في هذا الموقع يجب أن يكون لكل منشئ محتوى أو لكل مدون فهذا شيء إيجابي جداً سأقوم بفتح أدسنس الخاص بي حتى أظهر لكم نتائج لاهزوا في نوفمبر 2018 يوجد أرباح يوتيوب فقط ولكن في ديسمبر يوجد أرباح المحتوى كما قلت لكم قمت بدفع في شهر ديسمبر وكانت يعني 57 سنت وبرغ من ذلك قلت الحمد لله بما أني وضعت دومين مدة سنتين قلت أنتظر إلى أن أرى النتيجة والحمد لله يعني في الشهر الأخيرة أصبحت في بدل 57 سنت أصبحت 75 أورو وهكذا وقد ظهرته في الفيديو السابق المهم أخواني في الله كان هذا الفيديو اليوم عدرعي كان طويل ولكن ما يهمه هي النتائج الأخيرة التي تم ذكرها في الفيديو في آخر كل فيديو سبحانك اللهم يحديك أشهد لإله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته